تقول قبل فترة تقول قريبة تعينت في وظيفة حكومية تقول ما قبضت ولا راتب من الرواتب وبعدين تركت هذه الوظيفة ثم أعلن عن وظائف تقدمت في تعهد بأنني أكتب بأنني ما توظفت سابقا ما حكم كتابة هذا التعهد أختي معبد الله بارك الله فيك فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بذلك لكونك ما استلمت شيء من الرواتب على الوظيفة التي تقدمت لها وكأن الوظيفة التي تقدمت لها صورية فقط بدليل أنه ما أعطوك شيء من هذه الرواتب ولذلك لك الحق الكامل بأن تكتب هذا التعهد على أنك ما توظفت في الدولة إلا في حالة واحدة إذا فعلا اسمك دخل في النظام على أنك موظفة في الدولة واسمك دخل في هذا النظام نظام التوظيف نظام الخدمة المدنية على أنك والله توظفت في الدولة ولك رقم سابق نعم ما يجوز مثل هذه الحالة وممكن توضحين الصورة للجهة المختصة تقولين لا هي مجرد وظيفة ما رفعت الأوراق ولا دخلت ضمن النظام الخدمة المدنية مثلا وبدليل أنني ما حصلت على شيء لك الحق أن توقعي هذا التعهد ترجمة نانسي قنقر